قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإنسان لا تنسى الموت والرجوع إلى الله الموت أيها الإخوة تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في أول كلمة وقف فيها على الصفا عندما أمر بتبليغ ما أنزل إليه ربه فذع الناس واجتمعوا له عند الصفا وأقسم لهم بقوله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا الموت الذي يمر فيه كل إنسان في كل يوم من الأيام هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها النوم عبرة وموعظة لكل إنسان حتى يعلم أن الموت هو خروج للروح بلا عودة ولكن الإنسان عندما يرى أنه يستيقظ كل يوم ينسى النومة التي لا يعود فيها إلى الحياة وهي قبض الروح من قبل ملك الموت الإنسان ينسى الموت ويتشبث في الدنيا ويظن أن هذه الحياة الدنيا هي التي ينبغي أن يستفيد منها فإذا ذهبت ذهب عنه كل شيء ولذلك يتناسى أو ينسى أنه صائر إلى ربه وأنه إذا مات رجع رجع إلى الله فالله تبارك وتعالى يذكرنا في هذه الآيات وفي غيرها بذلك فيقول سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة أفإن ميت فهم الخالدون كل نفسا ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجع ويقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران لتبلونا كل نفسا ذائقة الموت كل نفسا ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم تأتي الآية لبعدها فيذكرنا الله تبارك وتعالى بالابتلاء في الدنيا فيقول لتبلونا في أموالكم وأنفسكم كما يحصل معنا الآن لتبلونا في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آل يهود والنصارى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة الذين أشركوا أي أشركوا مع الله طاعة غيره فأطاعوا اليهود أو أطاعوا النصارى أو أطاعوا شياطين الإنس والجن والأهواء ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ومعنا أيضا الآيات من سورة الأنبياء يقول الله تبارك وتعالى فيها وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أي لا يوجد أحد من البشر خالد لا يوجد لأحد الدوام والبقاء في الحياة الدنيا أفإن ميت فهم الخالدون إذا أنت قبضت يا محمد من قبل ربك وانتقلت إلى جوار ربك أيبقى من هؤلاء في الدنيا أحد خالد يمكث فيها تذكرني كلمة الخالدون عن هذا الذي انتقل إلى الله حيث قالوا عنه الخالد وقالوا عنه الأمين فعندما تسمع قولهم الأمين تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقون الأمين ويؤمن الخائن الخائن الذي سلم الجولان سموه أمين والمؤمنون الذين يقتلون هؤلاء يسمونهم إرهابيون أو إلى آخره عصر الدجل إن عكست الآية نسأل الله العافية وهذا الذي يسمونه الأمين يقولون عنه الخالد نعم إنه خالد ذكره خالد في الإجرام والخيانة وهو خالد في النار بإذن الله نحن لا نحاكم أحد ولكن ندينا في كتابنا الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ضوابط أن من استسلم لأمر الله فهو في الجنة ومن استسلم لشياطين الإنس والجن أو من تسلط على الناس وعبدهم لغير الله فهو فرعون وهو يقدم قومه إلى النار يوم القيامة هكذا بيّننا القرآن فهو إذن خالد في النار لقد خلده التاريخ بالإجرام والخيانة وخلده الله في النار من أول ما ينزل في قبره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ثم يقول سبحانه وتعالى ليبيّن أنه لا يوجد خلود في الدنيا ومن يقولون عنه خالد هو كاذب وليس بخالد كل نفس ذائقة الموت لا محالة مهما عمرت في الدنيا مئة سنة مئة وعشرين سنة ستموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة بالمصائب بالأمراض بالحروب بالتسلط ونبلوكم بالخير النعم الطعام الشراب الصحة الاستعلاء كل هذا يأتيكم من الله ابتلاء ليختبركم وليظهر فيه وضعكم لأنفسكم وللناس جميعا حتى تحاسبوا يوم القيامة فمن صبر على هذه المؤلمات وحاول الابتعاد عنها وابعادها عنه بالطرق التي رسمها ربنا تبارك وتعالى دون أن يتسلط على الآخرين ودون أن يستعبد الآخرين ودون أن يعيش يكيد في الأرض فسادا هكذا وهكذا يبغيها عوجا من صبر على ذلك كان من الناجين في الآخرة وهذه الدنيا ستزول ويبقى النعيم الأبدي في الآخرة هذه نتيجة موته ويكون قد أفلح بالابتلاء وفي الافتتال أما من أطاع شياطين الإنس والجن وعبد الهوى واستسلم للدنيا ونسي الموت أو تناساه لأنه ما فيه إنسان إلا ويعلم أنه سيموت ولكن نسي ما بعد الموت فهذا وبال ظلمه وإجرامه يعود على نفسه لأنه راجع إلى الله لا محاله لا تنفعه النعم والخيرات الكثيرة في الدنيا وتكون عليه وبالا لأنه يسأل عنها يوم القيامة ولذلك قال الله تعالى وإلينا ترجعون الرجوع إلى الله حيث يجزى كل إنسان بما عمل هل يُعقل رب العزة وهو أحكم الحاكمين وهو الذي دع المخلوقات إلى العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأيثاء للقربة وهو الذي دع الإنسان إلى العدل أن يكون غير معادلاً وغير مقصد الله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين لأنه سيحاسب كل إنسان على ما اقترفت يداه عندما يرجع الناس إلى ربهم يرجعون إلى الله فسواء منهم من تذكر هذا الرجوع إلى الله فعمل له أو من لم يعمل له عند ذلك يوم يرى الحساب العسير عند ذلك عند ذلك لا ينفعه التذكر لا تنفعه الذكرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان ويثبتنا بقوله الثابت عندما نموت نموت على لا إله إلا الله أي لا عبودية ولا طاعة ولا خضوع إلا لله ونبعث في قبورنا أو يأتينا السؤال في القبر أول سؤال من ربك؟ ما دينك؟ المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام أي الاستسلام والطاعة لله ومن نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا وقرة أعيننا أما الكافر فعندما يقول له الملكان منكر ونكير بعد الموت من ربه يقول هاها لا أدري من ربه لا يدري بشار؟ ولا رفعت؟ ولا فلان؟ ولا العكروت الفلاني؟ ولا العكروت الفلانية اللي كان كل هدف في الحياة يفكر فيها وفيه وإلى آخره وينافق ويدجل ويعبد الناس لغير الله لا يدري من هو ربه قد يكون ربه مات وجاء رب آخر أرباب متفرقون خيراً أم الله الواحد القهار فلا تستغربوا أن يقول الكافر ها ها لا أدري من نبيك؟ لا يدري نبيه الذي كان زعيم في الحياة عاش 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 بدا يموت لن الذي عاش الذي يعيش هم الأحياء عند ربهم يرزقون الشهداء يموتون في سبيل الله أما كل من كان مع مخلوق من المتسلطين الدجالين الكذابين كل من كان مع واحد من هؤلاء ينصره بلسانه أو بفعله أو بسلاحه فهو مع أهل الكفر ويكون معه في جهنم عندما يسير أمامهم وهم وراءه إلى جهنم وبئس المصير والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة